السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونكمل مشوارنا في سلسلة تعلم Flutter إن شاء الله في هذا الدرس رح نتكلم عن موضوع State Management رح أعرض عليكم لسلايد ونكمل حديثنا أول شيء بداية رح نعرف عملية ما هي كلمة State وهي عبارة عن باللغة العربية لو ترجمناها ما عرف إذا كانت ترجمة و تكون صحيحة هي إدارة الحالة بمعنى إن صح الترجمة لكن عشان ما نعقد الموضوع State هي عبارة عن البيانات أو المعلومات أو الموجودة في تطبيق وأيضا تستخدم في إذا حد استخدم مثلا سبيل المثال أو حتى في أو في في حاجة اسمها يعني كيف هتعامل مع البيانات بعض مثل لتعامل مع البيانات أحد الطرق طبعا ورياكت مثلا استخدم ريدكس وفي طرق أخرى مثل الهوكس وما شابه ذلك في البي اتش بي أحيانا تتعامل مع الحفاظ على البيانات تخزين مثلا تستخدم السشن أو تستخدم الكوكيز وما شابه ذلك باختصار عشان ما نعقد الموضوع State هي عبارة عن البيانات أو المعطيات الموجودة في التطبيق وأحيانا تريد تنقلها من صفحة إلى صفحة أو تغير مثلا بعض المعطيات ويكون الرفلكشن دائما يكون في كل التطبيق يعني دائما يحتوي على لو كان عندنا value مثلا اسمه Login equal true فأنا أريده مثلا يكون true or the way لما يعمل هو signed out فيتحول هذا الـ variable أو هذا الـ State عشان نتعامل مع كلمة State يتحول إلى false بهذا في كل تطبيق الـ Login يساوي يكون مثلا false طبعا فلتر حسب الموقع اللي فلتر فلتر is declarative وهم شبهوا أو تعريفة طبعا اللي هو يبني نفسه في تغيير الـ State وهي عاملين function UI يساوي F function of State اللي هو تطبيق الـ Application State الـ Variable البيانات فإذا صار أي تغيير مباشرة الـ UI يعمل rebuild للوجد والميزات طبعا لفلتر أنه سريع جدا فعملية البناء أسهل يعني بالنسبة للفلتر أو طريقة يعني برمجة الفلتر نفسها تعتمد على بناء الوجس مثل ما شفنا أيضا في بعض الأمثلة البسيطة في بداية هذا الكورس ومن خلال حلقات الماضية فهذا من موقع طبعا فلتر فأول شي لازم تعلن الـ State هو عبر عن بيانات والـ UI دائما يبني نفسه في كل تغيير للـ State الـ State management طبعا أساسيا أو ينقسم إلى نوعين أساسيا اللي هو الـ Local أو يسمى Emfer Ephemeral إذا نطقتها بشكل صحيح وهي الـ App State الـ Local State يعني من اسمها هي محلية يعني في صفحة واحدة أو في UI واحد على سبيل المثال مثلا ممكن نكون كاونتر تستخدمها فقط في هذه الوجد أو Page View مثلا أو bottom navigator ما شبه ذلك فأنت تحتاج هذه المعلومة وهذا الـ Variable فقط في هذه الصفحة ويسمى ممكن نستخدم طبعا كحل كيف نتعامل مع الـ State عن طريقة ونعمل مثل ما شفنا في الأمثلة السابقة استخدمناها بشكل كبير لكن فرضا أننا ما أريد فقط الـ Variable الموجود في صفحة واحدة أريد في كل التطبيق فمعناها لازم أستخدم شيء أو ما يعرف في الـ App State يعني على مستوى التطبيق كامل مثال طبعا على ذلك هي Login Information أو Shopping Card Items أو User Preferences مثلا الـ Login Information أنا أحتاج على سبيل المثال لما يعمل Login مثلا يطلع له صورته يطلع له بياناته وما شبه ذلك لما ينتقل له صفحة أخرى أطاعه للمعلومات الخاصة به أو الأشياء الاختيارات اللي هو اختارها وما شابه ذلك يروح على Setting فدائما أنا أريد أحافظ على على نفس المعلومات موجودة في كل الصفحات لكن وعملت Login Information على هذا المثال فمعناها أنا أريد هذا الـ Login Information يختفي وتطلع في التطبيق مثلا يطلع أنه بيانات محدودة للأشخاص اللي مثلا ضيوف وهكذا يعني فهناك عدة طريق طبعا للتعامل مع في لما تريد تعملها ب اللي هو الـ App منها Lifting Up State راح نشوف إن شاء الله مثال عليها Provider و Block طبعا Block أنا ما اشتغلت عليه حال يعني ولكن هو أيضا حالة حالة يعني هو Better Design Better من Flutter راح نتعامل مع الأول في الدرس القادم راح نأخذ مثال على Lifting Up State وبعد ذلك إن شاء الله راح نحظ نبما نعمل Shopping Card ونعمل اللي هو مثال Provider طبعا بشكل عام جوجل أو Flutter Team دائما نستخدم إلى Provider وأيضا أيضا لسهولة أيضا وتنظيمة جدا جميل ويعني أكثر شيء هو يعمل حين الآن Support هو Provider لو رحنا على رح نعمل Exit لهذا البرزنتيشن لو رحنا على الموقع طبعا في State Management هناك شرح كامل لما تكلمنا عنه اللي هو Introduction ما هي State وما شبه ذلك لو رحنا على موضوع اللي هو Think Declaratively الفنكشن اللي تكلمنا عنها موجودة والبناء للوجت طبعا هنا الفرق الـ 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 تكلمنا عنه بشكل عام في أمثلة أيضا عليه و الـ الخيارات تكلمنا عن الخيارات يتكلموا عن لما يكون عبارة عن Local أيضا تكلموا عن Provider وعن Redux اللي هي نفسها كان انتشار بشكل كبير جدا بس فجأة تغير إلى Provider وفعلا الـ Provider أسهل من ناحية الفهم والتطبيق فهذا هو في هذا الدرس تعلمنا له ما معناه State أنواعها وإش الحلول بشكل عام لها وإن شاء الله في الدرس القادم راح نحاول نبني تطبيق شبيه بهذا التطبيق بحيث أن نستطيع نرسل البيانات أو عملية هي Delete إلى الـ الأصلية لهذه مثلا تاسك ما راح نعمل طبعا فنحن نركز على موضوع نقل البيانات من وجد إلى أخرى وباستخدام طبعا نلتقي في الدرس القادم